يقصوا حتى للتسعة متع الصباح حاضر معانا الدكتور عمر الكامل نائب رئيس لفريكسينبانك للي ما يعرشها في فريكسينبانك هم فرصة بشي قدمها الآن مرحبا بيك في بلدك أهلا وسهلا فعلا في بلدي وسعيدي جدا بكل المستمعين وسعيدنا لشوفك مرة تانية مرحبا بيك مشوه الحوار مع بعضنا وصديق حقيقي تونس وديما يحس روحه في تونس ومش كلامك كي نحكيه معاه في الأف كي بقوله ما يحس روحه مرتاح ان شاء الله عليش تقل مكتب امتاك ما يصيرش في تونس ان شاء الله لا بإذن الله وحي فعلا نفتح فرع ان شاء الله بإذن الله وحكيه كان نربح دبل نجيبه لفريكسينبانك للي ما يعرشها أهميتها اليوم هو بنك متعدد الأطراف بيغطي القارة الأفريقية كلها هو أنشأ لتنمية التجارة في أفريقيا والحقيقة يعني بيزاعد في التجارة من ناحيتين من ناحية تمويل وكمان من ناحية يعني اللي هو تيسير التجارة مجندول أفريقية وبعضها وهو ما بين أفريقيا والعالم الخارجي احنا نشأنا سنة تلاتة وتسعين وابتالينا أوبريشنس بربعة وتسعين ويعني بقال ما دلوقتي هو بتاعها سفعة وشين سنة ويعني الحمد لله حققنا حاجات كويسة في الفترة دي فإن شاء الله نتكلم فيها عنها شوية دكتور عمر كامل كنقول تمويل التجارة يعني اليوم أفريقسين بانك بانك كبير يعني نحكيه على عمليات من إلى يعني تقريبا من إلى وكيفاش تصير طريقة التمويل ومن بعد نحب نركز أيضا على جانب للتيسين يعني يمكن أهم حاجة احنا عملناها في الفترة الأخيرة طبعا حياتك عارف ان احنا دلوقتي بقينا من أزمة لأزمة عالمية ابتدنا بالكورونا ثم دخلنا على المشاكلة الفيروكرانية فدي الحقيقة احنا بقينا بنعمل برامج أو مجموعة فسيلتي زي بنقول كبيرة يعني هدفها انها تقلل العبء عن دول أعضاء في الفترة دي يعني مثلا مثال نجل بلدنا هنا في تونس احنا مؤخرا مضينا عقد بسبعمائة مليون دولار مع البنك المركزي في تونسي وخلاص ورادة حتى تصرف يعني فده بيبقى هدفه انه هو يقلل من العبء ذي الظروف اللي نتكع عن المشاكل دي نفس الحكاية وقت الفترة الكورونا برضو عملنا برنامج اسمه بانداميك تريد امباكت متجاش في سيلتي بتنفى ده برضو عملنا تقريبا حوالي ما يخرج من ثمانية مليار دولار للدول الأعضاء عشان يساهم في تقليل العبء وأهم حاجة كمان ان يعني المستلزمات الرئيسية الشراء المستلزمات العصيرة زي معاديك عارف دلوقتي فيه أزمة جمدة جدا في الغذاء العالمي فيه أزمة جمدة جدا في الدولوية فدي كلها حاجات برامج احنا بنعملها مخصوصة في الظروف اللي زي دي بالنسبة للفصلاتيشن احنا من أهم الأهداف بتاعتنا اللي هي تنمير التجارة الأفريقية البينية يعني ما بين الأفريقية وبعضها فدي احنا شغالين جميل جدا مع الزليكاف اللي هو الاف سي اف تي اي وبنعمل بقى حاجات زي مثلا ايه بننشأ منصة للدفع هتبقى بالعملة المحلية فبحث ان مثلا حنفترض ان تونس مثلا بتستورد من مصر التجارة تتم بالعملات التونسية والمصرية فالتونسي القاتونسي يدفع بالدينار التونسي والشاق المصري يستلم بالجنيل المصري فدي طبعا هتقل الجامد جدا من مهم جدا هذي وقتاش تكون موجودة دي قردي احنا عملناها في حاجة في منطقة اسمها دي عبارة عن ستة دول في المنطقة دي بس بيشكلوا حاجة زي افريقيا فدي كان زي عشان زي الاختبار بيها وان شاء الله قريب جدا هتبقى كاملة بإذن الله مهم جدا نختم معاك اليوم عندكم معرفة بالقرارة الافريقية فقد كان ممكن في ثواني يعني تمولوا الدول وتمولوا التجارة الخاصة الخواص مزبوط اقل مبلغ تمويل اقل مبلغ يعني طبعا احنا بنك هول سيل يعني مهم من أرجل نعمل هذه الصغيرة بس يعني منكلم مسلا في حدود خمسة مليون دولار خمسة مليون دولار اقل حاجة وندكروا السبعمائة مليون دولار البنك المركزي التونسي اليوم الحاجة الاخرى فمش كان الفلوس فما عندكم معرفة ومنتشرين فما عن قريب مكتم شاء الله بشيفتح في تونس يعني منتشرين في القارة الافريقية فتعرفوا السوق يعني تنجموا تدعم بالتمويل وتدعم بالمعلومة ايضا مهمة جدا المعلومة في الاقتصاد وفي التجارة ايو بالزبط احنا فعلا وبرضو عاملين مجدامنا الحاجات اللي هي التيسير في حاجات في بورتلز برضو معمولة للمعلومات والبيانات والكمبلاينس اللي هي بقيت حاجة مهمة جدا النهاردة ففي يعني مجموعة مجدها بسهولة يعني برش سهل جدا سهل جدا وبتبيعة كي تتقدم العلاقة اكتر يعني ممكن اكيد فما معلومات اخرى تجم تتوفر الحرفاء متاعكم وقتاش هفريكسينبانك في تونس يعني المرات المكتب اه ان شاء الله يعني ان شاء الله في خلال السنة بكتير بازن الله بان شاء الله ان شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك رئيس لدك عمر كامل شكرا لك ومرحبا بك في بلادك مرة اخرى نمشي ونرجع وفاصل قسير استوديواتنا المركزية ثوانية ثانية ثم راجعين هنا